موسيقى الرئيس السيسي يعقد قمة ثلاثية مع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في قصر الاتحادية مدبولي يتبع موقف مبادرة ميكانة قطع تجارة التجزاء ويؤكد أنها تخدم الاقتصاد بدمج الكيانات غير رسمية روسيا تعلن تغييرات واسعة في صفوف الجيش وترفع عدد الأفراد إلى واحد ونصف مليون جندي الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت جونج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم قمة عربية ثلاثية تستضيفها القاهرة تجمع الرئيس السيسي مع أشقائه العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني قمة لتشوري وتنصيق المواقف بشأن قضيات العرب المركزية القضية الفلسطينية في توقيت بلغ الأهمية تتعرض فيه المنطقة والعالم لتحديات كبرى سياسية وقتصادية وهمية يعقد رئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية قمة ثلاثية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح بذلك المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية تتصدر القضية الفلسطينية أولويات الدبلوماسية المصرية في كل الأوقات وتحت أي ظروف وتلعب مصر دوراً لا يوزيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية أمس واليوم وغداً هكذا هو دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب ولفلسطين خصوصاً ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة وفي إطارها الثلاثي بحضور الأردن الشقيق كأحد الأركان الراسخة دعماً ومساندة القضية الفلسطينية في مواجهة مختلف الظروف والتحديات وتحرص قيادات الدول الثلاث مصر والأردن وفلسطين على توثيق العلاقات الاستراتيجية فيما بينها انتلاقاً من رغبة حقيقية في تكفيف مستوى التنسيق لتوحيد الجهود إذا المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية من هنا تأتي القمم رفيعة المستوى للرئيس السيسي وكل من الملك الأردن ورئيس الفلسطيني كتكسيد للتشاول والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف لتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة لتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وهو الدور الذي لا تنتظر عليه القاهرة شكرا باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية وما تتميز به دبلوماسيتها من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات وهو دور يكمله الأردن الشقيق بأبعاده الدينية والروحية بفضل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة ومدينة القدس ودائماً ما تبحث القمم المصرية الأردنية الفلسطينية بل ورط تصورات الكفيلة بتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات المعتمدة وتأتي اللقاءات الثلاثية ضمن مسعى فلسطيني وإقليمي ودولي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين كما تأتي لحجد المواقف الدولية والإقليمية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية باعتبارها ممارسات تقود حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة هامة وأنها تخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أشار مدبولي إلى أنها تسهم في دمج مزيد من الكينات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمية ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وضمها إلى منظومة الشمول المالي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن كما شدد مدبولي على ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال بما يضمن نجاح تطبيق هذه المنظومة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اختفأ بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة على توفر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والملافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية وأشارت إلى توفر مخزون استراتيجي أمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفي العادة أشهر مقبلة مع شن حملتي تفتيش دورية على كافة الأسواق للتأكد من توفر السلع الأساسية وكذلك التفتيش على المخزن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين أو التلعب بأسعارها وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 538 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 384 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 162 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط 176 طن أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط 6 أطنان وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 40 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تمضبط 367 قضية من بينها 119 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 62 طن ونتحول إلى آخر تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إجراء تغييرات واسعة نطاق في الجيش الروسي وذلك في الفترة من 2023 وحتى عام 2026 وأضاف شويجو في تصريح عقب اجتماعا للإدارة العسكرية أن عدد الجيش سيرتفع إلى مليون ونصف فرد أوكرانيا وروسيا الأزمة الأبرز في العالم منذ ما يقرب من عام وبمرور الأيام والشهور يزداد الوضع تعقيدا مع تطورات لا تهدأ واتهامات متبادلة ومحاولات لتحقيق مكاسب على الأرض القضية الأبرز في الأسابيع الأخيرة كانت مدينة سوليدار الأوكرانية التي أعلنت سلطات دوناتسيك سيطرة الدب الروسي عليها بعد أسابيع من المواجهات الشرسة مع أوكرانيا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في سوليدار لافتة إلى أن موسكو قصفت أكثر من خمس عشرة منطقة سكنية وذلك بالقرب من مدينة بخموت في منطقة دوناتسيك بشرق البلاد أوكرانيا من جانبها جددت تعوتها للغرب لتسريع إمدادها بالأسلحة في محاولة لمواجهة الهجمات الروسية المتتالية وذلك في أعقاب مقتل أربعين شخصا في هجوم صاروخي روسي أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دينيبرو مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية ما حدث في دينيبرو؟ الحقيقة روسيا تستعد لمحاولة جديدة لأخذ زمام المبادرة في الحرب إن طبيعة الأعمال العدائية في الجبهة تتطلب اتخاذ قرارات جديدة في تعزيز جهة الدفاع كل هذا يؤكد فقط مدى أهمية تنصيق جهودنا جهود جميع أعضاء التحالف للدفاع عن أوكرانيا والحرية وضرورة تسريع عملية اتخاذ القرار على صعيد آخر قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بزيارة تفقدية لمجموعة قوات روسية أثناء عملها في منطقة العملية الخاصة بأوكرانيا حيث استمع لتقرير حول الأوضاع الراهنة وسير المهمات القتالية في الاتجاهات الرئيسية وفي خطوة أثارت مخاوف كبيرة في الغرب بدأت روسيا تدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا تستمر حتى الأول من فبراير المقبل وما يزيد المخاوف الأوروبية من تلك التدريبات الشاملة المشتركة بين البلدين أن جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية البيلاروسية وقوات الدفاع الجوي ستشارك في هذه المناورات هي إذن تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة تواجه ليس فقط طرفين نزاع بل والمجتمع الدولي في محاولة لإنهاء الأزمة التي ألقت بظلالها على العالم تصل طائرات مراقبة تبعا لحلف شمال الأسلنطي النيتو إلى رومانيا لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي أعلن الحلف الأسبوع الماضي أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا في بوخارس حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف ويمكن للمراقبة بالنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا تحديد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات ما يجعل الطائرات إحدى القدرات الرئيسية في قوة ردع حلف النيتو ووضعه الدفاعي أعلنت المفاوضية الأوروبية تسليم أوكرانيا الدفعة الأولى من حزمة المساعدات المالية والتي بلغت ثلاثة مليارات يورو وذكرت المفاوضية أنه بمجيبي الدعم المالي المستقر والمنتظم والمتوقع والذي يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023 بمجيبي هذه الأداة ستكون أوكرانيا قادرة على الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات التقعودية والحفاظ على تشغيل الخدمة العامة الأساسية مثل المستشفات والمدارس والإسكان كما سيسمح لأوكرانيا بضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة البنية التحتية الحيوية التي دمرتها روسيا مثل البنية التحتية للطاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل والطرق والقسور قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن بلاده ستعمل مع الحلفاء والشركاء على تمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة روسيا قال سوناك عبر حسابه رسمي على موقع تويتر إن العمل يجري لتسريع وتيرة دعم أوكرانيا وذلك بأهم حزمة قوة قتالية بريطانية حتى الآن وكان مكتب سوناك قد أعلن في وقت سابق أن المملكة المتحدة سترسل قريبا نحو 14 دباب قتالية و30 من المدافع ذاتية الدفع لأوكرانيا أعلنت الحكومة البريطانية إرسال إغاثات طبية إضافية إلى أوكرانيا وأوضحت الحكومة أن المساعدات ستشمل إمدادات طبية وخياما ستستخدم كمراكز علاج مؤقتة بعد تضرر المرافق الصحية الأوكرانية لفعل الهجمات الروسية من جنبه قال وزير الخارجي البريطاني جامس كليبردي قال إن ذلك التبرع سيساعد على ضمن استمرار العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية وتبرعت المملكة المتحدة سابقا بمعدات وإمدادات طبية بالإضافة إلى تمويل بقيمة 300 ألف جنيه سريينية لإنشاء عيادات متنقلة والمساعدة في تدريب الأطباء والممرضات والمساعدين الأوكرانيين على كيفية التعامل مع الإصابات الجماعية قال الرئيس البولندي أندري دودا قال أنه يأمل في أن يقدم بعض حلفاء أوكرانيا ومن بينهم ألمانيا دبابات لكييفا أعرب رئيس البولندي خلال إحدى جلسات منتدى دافوس حول الدفاع في أوروبا عن أمله في تنظيم دعم أكبر لأوكرانيا من جهتي قال رئيس لوتوانيا إنه يؤمن وبالشدة أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بالسلاح اللازم لمواجهة القوات الروسية يبحث رئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا فرض مزيد من القيود على الصين وأفاد البيت الأبيض بأنه من المقرر أن تتضمن محادثات الزعيمين أيضا الجهود الدولية لمواجهة العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا وقمة الديمقراطية الثانية المقررة في مارس المقبل أعلن المسشر الألماني أولاف تشولز تعيين السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي باريس بيستورايس وزيرا للدفاع معتبرا أنه الشخص المناسب للمنصب في فترة حساسة وقال شولز إن بيستورايس سياسي له خبرة واسعة وقد شارك في السياسات الأمنية لعدة سنوات كانت استقالة وزيرة الدفاع السابقة قد أثارت جدلا كبيرا على خلفية الأزمة الأوكرانية وكذلك لمعالجة قضية شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان توقعات الصندوق تشير الى ان النمو سيقل بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة مع عام 2022 مشيرة الى انها تتوقع ان يكون العام القادم هو العام الذي يزداد فيه النمو للاقتصاد العالمي وفي مطلع العام الحالي اطلقت مديرة صندوق النقد تحذيرات من العام القاري موضحة انه سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ثلاث مرات منذ اكتوبر 2021 انخفض النمو الاقتصادي الصيني الى ثاني ادنى مستوى له منذ اربعة عقود العام الماضي جاهد الانخفاض تحت وطأة ضوابط مكافحة فيروس كورونا وتراجع سوق العقارات تراجع النمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 الى واحد من اسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن مع تضرر الربع الرابع بشدة من القيود الصارمة لفيروس كورونا وتراجع سوق العقارات مما زاد الضغط على صانع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام البيانات الرسمية اظهرت ان الثانية اكبر اقتصادا في العالم نمى بنسبة ثلاثة في المائة في 2022 اي اقل من نصف معدل العام السابق البالغ ثمانية وواحد من عشرة في المائة كان هذا ثاني اقل معدل نمو سنوي للاقتصاد الصيني منذ سبعينيات القرن الماضي بعد عام 2020 عندما انخفض النمو الى اثنين واربعة من عشرة في المائة مع بدء تفشي الجائحة وعن ارقام الربع الرابع من العام اوضح المكتب الوطني للاحصاء في الصين ان نمو الاقتصادية انخفض الى اثنين وتسعة من عشرة في المائة عن العام السابق وذلك خلال اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر مقارنة بثلاثة وتسعة من عشرة في المائة في الربع السابق صندوق النقد الدولي من جانبه توقع ان لا يزيد النمو الاقتصادي الصيني عن اربعة في المائة خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي ويشهد النمو الاقتصادي الصيني انخفاضا طويل الامد بعد ان بلغ ذروته بنسبة اربعة عشر واثنين من عشرة في المائة وذلك في عام 2007 بسبب ارتفاع سن السكان وتقلص القوى العاملة والقيود المتزايدة على وصول الصين الى التكنولوجيا الغربية بسبب المخاوف الامنية شركاء بكين التجاريون تضرروا بطبيعة الحال من الركود الصيني وذلك بسبب انخفاض الطلب على النفط والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وواردات اخرى وعلى الرغم من ذلك سيكون الانتعاش الصيني بمثابة دفع للموردين من جميع انحاء العالم والذين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب الركود الذي تشهد اقتصادات دول الغرب قال مسؤول في البنك المركزي الاوروبي ان اقتصاد منطقة اليورو قد حقق اداء افضل من المتوقع في الربع الاخير من الفين واثنين وعشرين وقد انهى العام بنمو ايجابي توقع البنك المركزي الاوروبي نمو سلبيا في الربع الاخير من العام الماضي واول ربعين من العام الجاري قبل العودة للتعافي مشيرا الى ان النتائج الايجابية المسجلة بالربع الاخير من العام الماضي تعني أن التكتل ربما يكون قد تفادى الركود أعلن مكتب الأحصاء الاتحادي في ألمانيا أن التضخم تراجع بشكل أكبر في البلاد خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022 وأوضح مكتب الأحصاء أن التضخم خفض إلى 9.6% على أساس سنوية في ديسمبر من 11.3% في نوفمبر و11.6% في أكتوبر وأشار المكتب إلى أن التضخم بلغ 8.7% في عام 2022 بأكمله أكد وزير النقل الفرنسي وجود إمدادات كافية من الوقود في البلاد مع اقتراب انتلاق الإضراب خلال الأسبوع الجاري كانت جميع النقابات قد أعلنت عن يوم للإضراب على مستوى البلاد حيث سيشارك فيه عمال من قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل العام والسفر الجوي والمدارس وقد دعت نقابة سي جي تي الفرنسية الأسبوع الماضي إلى إضرابات في قطاع المصافي وذلك ضد خطط حكومية لإصلاح نظام المعاشات التقعودية حذرت منظمة العمل الدولية من أن التباط الحالي في الاقتصاد العالمي سيكبر المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجور ومحفوفة بالمخاطر تفتقل إلى الحماية الاجتماعية وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعا طفيفا في البطلة العالمية هذا العام بنحو سلسة ملايين شخص لتصل إلى مائتين وثمانية ملايين شخص التضخم الأزمة الاقتصادية العالمية وباء كورونا عوامل دفعت الأزمة الاقتصادية إلى التفاقم وتزداد يوما بعد يوم نقوص الخطر دق على يد العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية بضرورة مجابهة العالم لتلك الأزمات والتي تلقي بظلالها على الشعوب آخر التحذيرات جاء على لسان منظمة العمل الدولية التي رأت أن التباط الحالي في الاقتصاد العالمي سيكبر المزيد من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية ما يفاق منعدام المساوى الذي زادت بالزبب أزمة كورونا المنظمة الدولية توقعت كذلك ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذا العام بحوالي ثلاثة ملايين شخص لتصل إلى مائتين وثمانية ملايين شخص بالإضافة إلى ذلك وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الإسمي للعمالة بسبب التضخم فإن المزيد من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في الفقر وفقا لتقرير المنظمة الذي تخصصه سنويا للتوظيف التقرير يوضح كذلك أن التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا واستمرار المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية كلها عوامل أدت إلى حدوث حلقة من التضخم المصحوبي بالركود ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة لتسجل واحد بالمئة مقابل اثنين وثلاثة من عشر بالمئة في عام الفين اثنين وعشرين قالت عدة متاجر في بريطانيا بوضع حراسة على المنتجات الغذائية عن طريق أقفال أو وضعها داخل صناديق محكمة الغلق أو عبر أفراد الأمن وذلك بعد رصد حالات سرقة كثيرة لمنتجات غذائية خاصة اللحوم والأجبان زادت السرقات بنسبة ثمانية عشر في المئة وذلك في الاثنين عشر شهرا المنتهي في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بارتفاع التضخم إلى أربعة عشر فاصل سبعة بالمئة في ديسمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سرح الرئيس الروسي بلادمر بوتين أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في البلاد في الربع الأول من عام 2023 إلى خمسة في المئة وأشر الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي حول شؤون الاقتصادية إلى أن التضخم سيوصل للنخفاض إلى دون أربعة في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مضيفا أن تضخم في روسيا بلغى في العام 2022 مستوى 11.9% وهو دون توقعات السلطات الروسية أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تأجيل تحصيل ديون مستحقة على أوكرانيا بقيمة 7.8 مليار ين وذلك بغرض المساعدة في تخفيف العبء الاقتصادي المفروض على كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية ذكرت تهيئة الإذاعة اليابانية NHK أنه كان من المفترض أن تسدد أوكرانيا هذا المبلغ الذي يعادل أكثر من 60 مليون دولار إلى اليابان بحلول نهاية هذا العام فيما اتفقت وزارة الخارجية اليابانية مع كييف على سداد الأموال على عشرة أقصاط على مدار ستة أشهر اعتبارا من يونيو 2027 أكدت شركة الطاقة الروسية العملاقة غاز برام أنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالخفاض 8% تقريبا عن الأيام السابقة وشحنت شركة ما بين 35.4 مليون و35.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية بعد أن شحنت أكثر من 40 مليون متر مكعب يوميا في نهاية العام الماضي والأيام الثلاثة الأولى من عام 2023 وتراجعت صادرة روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في 2022 إلى أدنى مستوى بعد انهيار الاتحاد الصابتي مع انخفاض التوريد الأهم المستوردين بسبب الأزمات الأوكرانية وبعد انفجارات دمرت خط الأنابيب رئيسية أكدت وزارة الخارجية الصينية ترحيبها بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وذلك في ضوء التقارير الأمريكية بشأن زيارة مقررة له إلى الصين في فبراير القادم أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وان جون بن أن الاتصالات جارية الآن بين البلدين بشأن ترتيبة الزيارة نرحب بزيارة وزير الخارجية بلينكن للصين والاتصالات جارية الآن بين البلدين بشأن ترتيبات الزيارة بكين تنظر دائما إلى العلاقات الصينية الأمريكية وتطورها وفقا للمبادئ الثلاثة التي وضعها الرئيس شي جين بينغ وهي الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر للطرفين ونأمل أن تتبنى الولايات المتحدة وجهة نظر صحيحة بشأن الصين وأن تدعم الحوار بدلا من المواجهة إلى جانب انتهاج سياسات يخرج منها الجميع المنتصرين يجب البناء على التوافق الذي توصل إليه رئيس البلدين وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى الاستقرار أعلنت وزارة الدفاع التايوانية تعقب ثماني طائرات عسكري صينية وسلاس سفن حربية كانت تحوم حول تايوان وضفت الوزارة أنها أرسلت طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الصين مؤكدة عدم عبور أي طائرات تابعة لبكين لخط الوسط لمضيق التايوان تراجع عدد سكان الصين للعام الماضي للمرة الأولى في أكثر من ستة عقود حسبما أظهرت بيانات رسمية فيما يشير لأزمة ديمغرافية تهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان هذا وقد شهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية بالتزامن مع تقدم قوتها العاملة في العمر وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعوق النمو الاقتصادية ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة تحول تاريخي تشهده الصين يتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد السكان وللمرة الأولى منذ عام 1961 سجل عدد السكان تراجعا ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء بلغ عدد السكان 1.411 مليون نسمة وذلك في عام 2022 مقارنة مع 1.412 مليون نسمة قبل عام معدلات الولادات هي الأخرى شهدت انخفاضا قياسيا تزامن مع تقدم القوى العاملة في العمر وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعوق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة وبلغ معدل الموليد في العام الماضي 76 من 100 مولود لكل ألف شخص انخفاضا من معدل موليد عند 57 من 100 مولود في عام 2021 وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين في عام 1960 حيث واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015 فضلا عن تكاليف التعليم الباهضة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس وفي عام 2016 أنهت الصين سياسة الطفل الواحد التي فرضتها في الثمانينيات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة وفي عام 2021 بدأت السماحة للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مصار التراجع الديمغرافية قال المبعوث الأمريكي والخاص لشؤون المناخ جون كاري قال إن الوقت يفد أمام العالم لمكافحة تغير المناخ وضف كاري أنه غير مقتنع بإمكانية الوصول لاقتصاد منخفض الكربون في الوقت المناسب لتجنب أسوأ الأثار بالنسبة لبعض الفئات الأكثر ضعفا وعرضة لأثار تغير المناخ قلت هذا من قبل ولكن سأكرر ما قلته سابقا أنا مقتنع أننا سنحقق هدف الاقتصاد منخفض الكربون أو خال من الكربون لأنه يتعين علينا ذلك ولكن لن يحدث هذا في التوقيت المناسب لن يمكننا تجنب أسوأ عواقب الأزمة والتي ستؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا ارتفاع حصيل الضحايا العواصف التي اجتاحت الولاية منذ أسادس والعشرين من ديسمبر الماضي إلى عشرين شخصا على الأقل قد قرر حاكم ولاية كاليفورنيا رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف وأصدر أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من السكان كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من مخاطر السفر من أو إلى ولاية فلوريدا التي تتعرض منذ سلسة أسابيع العواصف الشتوية وأعصير عاتية تسببت في أضرار مادية وبشرية واسعة النطاق وتسببت العواصف الرعدية والأعصير في كاليفورنيا في هطول كمية قياسية من الأمطار والسلوك مما أدى إلى قطع الطاقة عن الألاف وإغراق الطرق وسقوط الأشجار وتسبب في انهيارات أرضية ورغم تصريحات خبراء الأرصاد بأن عواصف الأمس كانت ضعيفة نسبية مقارنة بالعواصف السابقة إلا أن مخاطر الفيضانات والانهيارات الطينية لا تزل قائمة نظرا لأن الولاية باتت مشبعة للغاية من مياه الأمطار والسلوك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة طوارئ البرتقالية في 17 إقليما بسبب تساقط الثلوك وهطول الأمطار وهبوب الرياح حذر خبراء الأرصاد الفرنسية من مخاطر تواجه أربعة أقاليم جنوب غربي البلاد بسبب المنخفض الجوي فيان الذي يسبب رياحا عاتية ومن المتوقع تساقط الثلوك بكميات كبيرة وعلى ارتفاع منخفض في معظم المرتفعات لسيما جنوب المرتفعات الوسطى حيث بدأ تساقط الثلوك بالفعل عقدت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية وذلك في إطار اهتمام التنصقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشرع المصري ضمن نقشات الحوار الوطنية تناولت الورشة وعدة محاور منها أسباب ونتائج تفاكك الأسري ومدى استغلال البعض للتغرات قانون الأحوال الشخصية مع وضع تصور حول آلية القيام بحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية وأهم النقاط الخلافية بالقانون وتعديلاتها وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تغليب المصلحة العامة بالقانون وأن يكون العنصر الأهم هو الطفل وتربيته ووضع الطفل الأولوية عند مناقشة الجزء المتعلق بالحضانة بالإضافة إلى رقمنة وإعادة هيكلات مكاتب التسوية تواصل مدرية التموين والتجارة الداخلية بضميات دعم معرض أهلا رمضان بالسلع الغذائية في مدينة ضميات الجديدة وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية في المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين أكد مدير عام الشؤون الاقتصادية في الغرفة التجارية بضميات وليد الشناوي أن المعرض يضم 30 قسما بتخفيضات بين 20 و30% ويأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة التجارية للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة ضميات أعتبر المعرض هنا في ضميات الجديدة يأتي من ضمن المعرض التي تتم في ضميات كلها هنا طبعا فيه معرض تم في ضميات وحاليا في ضميات الجديدة وتم افتتاح معرض في كفر سعد وإن شاء الله فيه تجهيز بإذن الله فيه معرض فيه فراسكور طبعا المعرض بيجتمل على حوالي 30 عرض موجودين بنسبة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة الأسعار المخفضة دي تتراوح ما بين 20% ل 25% طبعا بيجتمل المعرض على مواد غذائية أساسية منها الرز الرز هنا طبعا بيتباع ضمن التوجهات برضو وزارة التموين أو مدرية التموين ب15 جنيه للحباية الصغيرة وسعات ب14 جنيه و18 جنيه للحباية الكبيرة المعرض برضو بيضم اللحوم والدواجن والألبان نتجات الألبان طبعا كل ده بأسعار مخفضة المعرض متوفة فيه كل السلع المعرضة المعرضة الحمد لله اشتبت العدس ب38 جنيه واشتبت الفوز ب15 جنيه وفوز الحمد لله متوفة وموجود والله احنا شوفنا المبادرة مشاء الله حاجة جميلة واسمعنا عنها فيها تخفضات وغرق كويسة فبنان عليك هنا المعرض مشاء الله الأسعار هنا كويسة كل اللي انا شايفه في القيمة كل حاجة متوفدة وأسعار مناسبة وتوافد الناس دلوقتي كتير انا شايف أن الأسعار كويسة وخاصة الكارتونة اللي هي 50 جنيه الناردة المدعمة فيها تونة وفيها زيت وفيها سكر وهنا كل حاجة متوفة في المعرض بصراحة يعني الأسعار كويسة وجميل في إطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة تم تنظيم قافلة طبية للكشف عن المواطنين في حلايب بمحافظة البحر الأحمر ووقعت القافلة الكشف بالإضافة لصرف العلاج لمائة وستين وعشرين حالة بمختلف التخصصات الطبية من بينها إجراء سلاسة وعشرين فحص معمليا وثماني حالات أشعة سينية وسنارة كما تم إجراء اثنتين عشرة حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان اقتصاديا بحث وزير البترول طارق الملمع سفيري أذربيجان بالقاهرة الخان بولوخوف سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء في مصر أشر الوزير خلال هذا اللقاء إلى أن القطاع يمتلك تسهيلات لتصنيع متميزة للمهمات والمعدات بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها شركات البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها وإمكانية مشاركتها في مشروعات البترول والغاز بأذربيجان وجه وزير البترول الدعوة لوزير الطاقة الأذربيجانية لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس الفين وثلاثة وعشرين في نسخته القادمة في فبراير القادم ورياضياً يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الأمريكي في السابعة مساء اليوم في إطار ثالث وآخر لقاءاته في الدور الأول ببطولة العالم يتصدر المنتخب الوطني الذي ضمن رسمياً التأهل للدور الثاني للمونزيال المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط من فوزين على حساب كرواتيا بنتيجة 31-22 والمغرب 30-19 ويحتاج منتخب الفراعنة للفوز اليوم لضمان الصدارة وللوصول للدور المقبل بالنقاط الكاملة وفي نهاية نشط الثالث نذكركم بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يعقد قمة سلاسية مع العاهل الألدني والرئيس الفلسطيني في قصر الاتحادية مدبولي يتابع موقف مبادرة ميكنت قطاع تجارة التجزئة ويؤكد أنها تخدم لاقتصاد بدمج الكيانات غير رسمية روسيا تعلن تغييرات واسعة في صفوف الجيش وترفع عدد الأفراد إلى مليون ونصف جندية وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة